بيكسب سكة جمهور النادي الأهلي من الأداء من الشكل من الشخصية مدرب عنده شخصية مميزة جدا مش عايز برضو عادة أقول لها حسن مدرب في الدنيا وكلام من دا لأ احنا مستنيين مع الوقت الراجل فيه حاجات مبشرة وأموم مبشرة طبعا شخصية مناسبة للنادي الأهلي طبعا تصرحته بتدل على شخصيته آه طبعا لائق وجاهز ومناسب للنادي الأهلي واضح جدا مع الوقت مع الوقت بإذن الله تحقيق البطولات بقى الراجل دا يعني يبقى حاجة جميلة جدا ونبقى اختيار صائب وبنسبة كبيرة حيكون اختيار صائب بعد النتائج المميزة اللي بيقى ديها في أول وأربع مباريات اللي الميزة كمان فيه إنه هو انسجن بسرعة قوي وده العنصر خلي بالك بقى ده العنصر اللي اشتغل عليه كابت المحمود الخطيب وعضاء لجنة التخطيط لما كانوا بيختاروا خليفة مستر ريني فايلر فالعنصر دا كان اهم شيء ان انت تجيب واحد ينسجن بسرعة واحد ملم بالفرق اللي انت هتلاحبها في أفريقيا والأجواء في أفريقيا مش عارفين فدي كانت ميزة في الحقيقة في الاختيار يعني فنتمنله يا رب بكل التوفيق مستر مسماني واجهزه المعاون طيب الراجل كان ليه بعض التصراحات المهمة جدا بعد المباراة سواء بالأمس أو كمان النهاردة من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال الفوز على الودات في المغرب أمر جيد طبعا أمر ممتاز ولم نتأهل النهائي حتى الآن دي عقلية وثقافة مهمة قوي ومتعود عليها جمهور الأهلي ان احنا لسه متأهلناش قال لك مباراة العودة مش هتكون سهلة طبعا مش هتكون سهلة أكيد مش هتكون سهلة اتكلم كمان عن دور الكابتن محمود الخطيب وقال الخطيب بيدعم الفريق بشكل كامل وده واضح جدا من خلال الدافع المعناوي المميز اللي كان من خلال تواجد الكابتن محمود الخطيب على رأس بعثة النادي الأهلي وهو رئيس النادي فده كان أمر مهم قوي قوي وإحنا شايفين لقطات للكابتن محمود الخطيب دلوقتي وبعض الصور التسكرية في الحقيقة تمام قال لك ايه كمان قال لك قعد جماهير الأهلي باستمرار روح كذا بلانك هو ده بقى اللي جمهور الأهلي نفسه فيه ان الروح دي تفضل موجودة مع الفريق عندنا فانيات كويسة لعبة كويسة حاجة ممتازة لكن الروح دي هي اللي بتفرق مع النادي الأهلي في أي مباراة أيا كانت مباراة كبيرة ولا صغير فيعني تصريح برضو في محل مميستر مسمان قال لك نتعامل مع الأصابات بروح الفريق الإصابة وراء استبدال مرواب محصن بيتكلم على استبدال مرواب محصن طبعا عشان إجهاد عضلة السمانة وقال أنا برفض الحديث عن النهائي طبعا نهائي احنا لسه مصلناش نهائي يا جماعة لسه بدري تكسب الوداد طيقة توصل لنهائي تكلم بقى عن النهائي براحتك وتركز بقى في النهائي أكتر ما تتكلم كمان فدي كلها تصرحات مهمة من مستر مسماني وتعكس مدى عقليته المناسبة المناسبة لعقلية النادي الأهلي الاستسطر أنديل في الحقيقة كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي كان موجود في البعثة يتكلم عن